أهلاً وسهلاً مشاهدي الفضائية العرامية ومتابعي برنامج أضواء على العراق ورحب بجميع الأخوات والأخوة اللي يشاهدون هذا البرنامج عبر الفضائيات أو عبر الأقمار الصناعية عبر شبكة الإنترنت وعبر الفيسبوك برنامجنا هذا اليوم حافل كالمعتاد بعد النصف ساعة الأولى سيكون لي ثلاثة ضيوف كرام سأبدأهم من ولاية ميشيغن الأمريكية واللقاء مع الفنان والعازف الأستاذ رعد بركات للوقوف على المنجز الإبداعي للعازف والملحن الأستاذ ناظم نعيم بعدها ننتقل إلى مدينة قرقوش الغالية في سهل نينوى لنلتقي بالفنان عماد صبيح غورغيس ونتحدث معه عن المهرجان الذي أقيمه مؤخرا في قرقوش والذي حمل عنوان مهرجان رصيف راس الثقافي ثم ننهي رحلتنا في المملكة السويدية واللقاء مع الإعلامي رشاد الشلاه وحديث حول الذكرى الخامس عشر لسقوط نظام صدام حسين مشاهديني كرام ما شاهدتوه قبل قليل من وعود جوفاء من وعود كاذبة من حكام كذبة هذا اللي طلع حكم العراق ثمان سنوات وما زال لليوم يحكم عبر رئيس الوزراء اللي هو أضو قيادي في حزبه يقول حان الآن نعتقد أنه حان الوقت للقيام بعملية بناء واصلاح واقتصاد وزراعة وما رح نبقي واحد بلا بيت ولا رح نبقي عامل إنسان عاطل عن العمل حتى اللي بالريف رح نشغلهم بيش رح نشغلهم بيش ومنين وشنية مشاريعك مو أنت اللي وعدت العراقيين طوال كل هاي السنين بأنكم خصصتم 25 مليون للزراعة أو 30 مليون للسكن وأربعين مليون لفلان وين رحت الفلوس ألف مليار دولار بددت في زمانك والمحكمة الاتحادية نايمة لأنهم متواطئين مع الفاسدين ومتواطئين معك لا إحنا لو عدنا قضاء شريف ولو عدنا مجلس نواب شريف لكان جرجروك وجابوك للمحكمة وقالوا لك وين رح تفلوس العراق أما تطلع حسة تستجدي وتكذب من جديد المجرب لا يجرب مشاهدين الكرام المجرب لا يجرب انتبه رجاءا هؤلاء الذئاب يعودون إلينا وهم يرتدون ثياب الحمل الوديع هذا الطائفي والعنصري البغيض أما بهاء هذا الفاسد والسارق يوزع بوتيتا عن ناس حتى تعيد تنتخبه ليس بالبوتيتا وحدها يحيى الإنسان أيها الضياء روحوا دوروا لهم كان لازم تخجل من نفسك وانت تدخل بيت هاي المرة وتسوي هالشكل بالذبان انت أو بالبق انت دقيقتين ما تحملت هذول الناس يعيشون مع الذبان ويعيشون مع البعض كان لازم تخجل من غيرتك ومن تاريخك ومن عملك بس لي دفتهم الملايين اللي جمعتها بيش شن هي شهاداتك شن عملك شن الشي اللي قدمت للعراق مشاهدين يا كرام مرت قبل يومين الذكرى الخامسة عشر لسقوط نظام صدام حسين المدون تسع نيسان حلم كان عند ملايين العراقيين ان ينتهي هذا العهد ينتهي عهد الارهاب والجيش الشعبي والتقارير وامة عربية واحدة وحزب البعض لكن اثبتت التجربة من جديد بان انهاء النظام على يد قوة اجنبية لن يأتي بما يتأمله الشعب بل سيأتي بما خطط له المحتل الذي اسقط النظام السيء والارهابي نظام صدام حسين نظام الحروب والمجاعات والحصار الذي ورط العراق والعراقيين لمئات السنين وهو المسؤول عن هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم العراق لو كان النظام البائد اتبع اساليب ديمقراطية واقر قوانين بحرية الاحزاب والانتخابات لما تمكنت هذه الاحزاب العميلة من المجيء وحكم العراق ما جرى يوم تسع نيسان وما تلاها بالحقيقة ملف مؤلم وملف حزين هناك بعض الصور سأتعمد على إعادة نشرها من جديد لنتوقف أمام الدافع الذي دفع نسبة نسبة غير قليلة من المواطنين العراقيين لأن يتوجهوا إلى مؤسسات وبنايات الدولة العراقية ويبدأون بنهب هذه الممتلكات فيما سمي آنذاك بالحواسم هذا المشهد المؤلم مشاهدين الكرام لم يكن وليد الصدفة وحتى نكون ناس واقعيين ومنطقيين يجب أن ننظر إلى هذه الحالة وندرس لماذا قام بعض العراقيين بما قاموا به السبب لا يغيب عنكم مشاهدين الكرام نسبة غير قليلة من الناس اعتقدت بأن بهذه الطريقة ستنتقم من النظام البائد لأن النظام البائد أذلها النظام البائد دمرها النظام البائد حطمها وحطم آمالها وحطم آمال أجيال بالحروب بالإرهاب بالقتل سمي عندما يلجأ النظام إلى الإرهاب ويلجأ إلى تجويع الشعب سيكون للشعب رد في الوقت المناسب وهذا ما نخشاه مشاهدين الكرام من استمرار هذه الطبقة السياسية الفاسدة في حكم هذا الوطن لأنها لم تغادر السياسة التي كان يتبعها النظام البائد هي تسير على نفس المنوال ونفس المنهاج اللم يكن أتعس من النظام البائد ارتفاع نسبة الفقر نسبة المرض انعدام الخدمات الكهرباء والمي والطرق وحتى الحريات الديمقراطية تقنن مع هذه الأحزاب الإسلامية التي لا تؤمن بالديمقراطية ومن يقول أن أحزاب الإسلام السياسي وحتى الأحزاب التي موجودة في شمال العراق الأحزاب الكردية في كردستان لا تؤمن بالديمقراطية الحقيقية لأنهم يعتقدون بمبدأ جئنا لنبقى أو كما قالها أبو إسراء ما ننطيها والله لا يزوع لك يا هزوع والله الأكبش منك واللي قبلك جرجروا من الحفرة مثل الجريدي ما ننطيها شنو ملك أبوك ملك الخلفك وطن أغلى منك وأغلى من حزبك ما ننطيها بيش شنو هو الشي اللي أنت تفتخر بي ويفتخر بي حزبك وقالكم بالحكم 15 سنة شنو قطوني شارع مثل وادم ما مبلطين مدرسة مثل وادم ما فتحته مستشفيات دمار وأنتم وأحزابكم المسؤولين عن دمار العراق وإدخال القاعدة وداعش إلى العراق للانتقام من أبناء العراق أيها الطائفيون أنتم مو غيركم مع تسع نيسان أحب أن أقرالكم مادة مشاهدين الكرام استلمتها من صديق عزيز من الأستاذ يلماز جاويد المادة كتبها أكاديمي ليبي أنوانها لكنهم لكن كلهم سكتوا العامل الأفريق الذي أتيت به في صباح اليوم لينظف لي سطح بيتي واتضح لي فيما بعد إنه أستاذ مساعد في الجامعة بالعاصمة الكونغولية كنشاسة أكمل شغله معي وفي طريق أودتي به إلى جزيرة دوران سيدي يونس قعدنا نتحدث قال لي بلادي الكونغو كانت ولا زالت مستعمرة بلجيكية في وسط أفريقيا وتمتلك هبات السماء من غابات وذهب وماس ومعاد تدخل في كل شيء من شاشات هاتفك المحمول إلى أسلاك الطائرات في القوات الجوية التي تضرب الآن بلادكم ثم سألني إن كنت أعرف إن تسعة ملايين إنسان قتلوا في بلاده في الأربعين سنة الأخيرة وحين أجبته بالنفي قال من يملك الإعلام العالمي هو من يقتل البشر هناك ولهذا لن تسمع سألته عن دور بلجيكا في بلاده فقال لي ليست هناك دولة واحدة تسيطر على الكونغو العالم كله يسيطر علينا وكل حسب إمكانياته أمريكا بالطبع لها حصة الأسد لأنها دولة عظمى لكن فرنسا تستثمر في موتنا وبريطانيا والصين وبلجيكا ولهذا ليست لدينا حكومة مركزية ولن يأتين السلام ولا حقوق الإنسان بل نحن سنتعرف على تأثير اختصاب نصف مليون امرأة علينا سنتعلم أن الرجل الذي تختصب زوجته لن يستطيع أن ينظر في وجهها خجلا من عدم قدرته على حمايتها وهي لن تنظر إليه خجلا من وعدها بالوفاء له ثم استطرد قائلا صدقني إنهم لا يختصبون النساء بسبب رغبة جنسية بل لأن الاقتصاب أفضل سلاح لإحداث شرخ بين الأهل فسألته عما جاء أبيه إلى ليبيا فقال ميليشياتهم اختصبوا زوجتي أمامي ثم قتلوا أبي وبعدها رموا أطفالي في بئر مزرعتي وربطوني وربطوني عن دحافة هذا البئر لأيام حتى يجبروني على سماع صراخهم وأنا أحاول أن أطمئنهم ولكنهم سكتوا عن الحياة واحدا تل والآخر كم تمنيت أن أستمر في سماع هذا الصراخ لسنوات حتى يأتي من ينقذهم ولكن كلهم سكتوا سكتت أنا أيضا فقال حين يكون هناك عدد كبير من الشركات والدول والسياسيين الذين يريدون حصة منك ومن أرضك كما يحدث في بلادكم الآن لن تستطيع أبدا أن تبقى دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسات قضائية لأن الدولة الواحدة ستبرم عقودا مع شركة أو عشرات الشركات لكن هناك مئات الجهات التي تريد بعض الذهب أو الماس من الكونغو وكل واحدة منها تمتلك إصابة وميليشيا نحن الذين نحدث الكابوس المعتم في بلادنا التي تشبه الجنة ودعته وشكرته وأخذت أدور على جزيرة دوران سيدي يونس أكثر من مرة وأنا أنظر إليه وقد عاد للجلوس مع رفاقه في انتظار لقمة عيش جديدة مع زبون آخر ثم فكرت ببلادنا وكيف إنها تتشقق وتتشرذم لأن كل جهة تريد حصة من ثرواتها ولأن من يصنع المال في مكان يصنع معه تشرد ودمار وجمود مشاكل مستقبلية ثم تذكرت شيئا كنت أفكر به منذ أسابيع تذكرت كيف إننا انقسمنا إلى جزء يتصور إن الخلاص لن يتحقق إلا بالالتزام المطلق بالدين كما يفهمه هو وجزء آخر يتصور إن المشاكل التي نعاني منها لن تنتهي إن لم نقضي على الدين ضحكت في وسط أمنية في وسط أمنية ذلك الإنسان الكونغولي الجميل بأن يسمع صراخ أطفاله من جديد ضحكت لأنني انتبهت فجأة إن هذا الصراع على الدين هو خدعة الساحر الذي يريدنا أن نركز في مكان ما من أجسادنا حساس بالنسبة لنا وغير ذات قيمة بالنسبة له ليقوم هو بالعمل الذي يريده وكما يريد تذكرت برناند ليفي وهو يجري خلف شبابنا إبان أحداث الثورة تذكرت اجتماع السفير البريطاني بعمداء بلديات الغرب الليبي ولماذا أصلا يجتمعون به تذكرت مارتن كوبلر وهو يدور بين مخابز وأسواق بلادي تذكرت الأردنية هنادي أماري وهي تتلاعب بكبار ساسة بلادي كم نحن ضحايا ضحايا وحمقة هذا العامل الأفريقي جعلني أعيد ترتيب مفاهيم حياتي الوطنية والفكرية من جديد وأنا بالله أسألكم مشاهدين الكرام لو قلت لكم أن الذي كتب هذه الرسالة هو أستاذ جامعي عراقي ما هو الفرق بين أن يكون أستاذ جامعي من الكونغو في أفريقيا أو في ليبيا أو في العراق أليس نفس الأوغاد قبل أن أترككم ونذهب إلى الإعلان وضيف القادم أهديكم قصيدة كتبها شاعر عراقي راقي وجميل جدا الأستاذ خليل الحسناوي أهديها لكم وأنا ألقاكم بعد الإعلان أهل أستاذنا العظيم زلت اليوم واحد واحد 2018 إن شاء الله نتمنى على الصحة والعافية والعمر المديد على العلم الكبير العراقي اللي ما يننسي اللي يزرع بنا المحبة والموسيقى العظيمة والترات العظيم أهل أستاذ نظم نعيم شيخ ملحنين الكبار تحياتي لكم شي تقول لجمهورك كل عامو تحياتي وكل عامو أنتم بخير حبيب أستاذ نال كل عامو أنتم بخير وبالصحة وعافية والرزق تسلمي أستاذ نال إن شاء الله دائما الصحة والعافية عندك كل سنة نشوفك أحلى وبصحة وعافية الأرامية ومتابعي برنامج أضواء على العراق في هذه الفقرة يسعدني مشاهدين الكرام أن أستضيف الحبيب الصديق الغالي العازف والفنان الأستاذ رعد بركات لنتوقف قليلا أمام المنجز الإبداعي لعازف الكمان والملحن الأستاذ ناظم نعيم لأننا نريد أن نحتفل بناسنا وأهلنا رغم عوادي الزمن رغم الغربة ورغم العمر لكن يبقون هؤلاء الكبار هم من طرزوا سني حياتنا بأجمل ما يمكن من ذكريات أهلا وسهلا ومساء الأنوار عليك أستاذ رعد برنامجك الجميل شكرا جزيلا عزيزي وأنا أشكر وقتك لأن أنا أعرف أنت ظرفك تقوم الساعة بالأربعة الصوح لكن أنا متأكد رعد جمهورك ومحبيك يستحقون منك هاي التضحية على الأقل شكرا لك عزيزي شكرا بيك أستاذ ورنامجكم المشاهدين الكرام أنا سنه بيت شكرا أستاذ رعد حديثنا اليوم هو عن المنجزة الإبداعي لعازف الكمان والملحن الأستاذ الكبير ناظم نعيم أتمنى عليك أن تقدم شيء عن حياته نشأته فنه لأن كثير من الناس أكو هناك أجيال كانت تذكر ناظم نعيم لكن أكو عندنا أجيال اليوم تجه له ما تعرف هذا الإنسان شحط وشنطه للموسيقى والثقافة العراقية تفضل أهلا وسلم بك طبعا هذا الرمز الكبير الرمز العراقي الكبير ما أخذ حقه بصراحة في هذا عمر ما أخذ حقه من تسليط الأضواء ومن إشادة بدورة العظيم في الموسيقى العراقية يعني أتمنى أنه نحن نساهم بشكل بسيط في تسليط الضوء عليه بهار العمر اللي هو الآن تقريبا تسعة و أربعة و سعين عام إن شاء الله عمره طويل إلى دائما طبعا هذا الرجل هو طبعا من واليد ستة و عشرين في بغداد من عائلة فنية طبعا معروفة أبوه عازف الكمان نعيم سلمو اللي كان من أول تأسيس فرقة العراقية الموسيقى كان بعشرينات يعني معاني و عشرين ستة و عشرين كان ضمن الفرقة الموسيقية من أول فرقة الموسيقية العراقية ودرس طبعا على يد البروفيسور ساندو ألبو في بغداد أول تأسيس محتفون الجميلة عام ستة و ثلاثين معاني بسينة اللي كان اسمه قبل ما يسمى محتفون الجميلة كان محتفون الجميلة كان محتفون الموسيقى قبل بداية فبعد سنتين درس عليه ساندو ألبو وطبعا كان هناك مكون من ثلاثة سادتة فقط المعهد اللي هو غريغوري ماركوفيش وساندو ألبو والشريف محددين حيدر على عالة تلو والأود وكان غريغوري على الفيانا وساندو ألبو على كمان كان بيبتطلب فقط اللي هو غانم أقرأيو جميل بشيرو فؤاد نيشو طبعا كان مفروض يجون أساتذ الحكمة الحقلة على أساتذ جانب تأخره فقام الأستاذ حنى بطرس آنذاك بتدريس الآلات الموسيقية الهوائية كبداية بداية حقيقية كانت عام 43 من كان طفل في قتل إذاعة في قتل إنشاء بداية كانت بهذا العمر مبكر جدا وأول اللي حنقدمه للفنان النرجس شوقي اللي هي مظلومة بهواك أخذ شهرة طبعا واسعة وهي من كلمات الشاعر السبت الطاهر اللقاء مع الفنان نارم غزالي كانت بداية حقيقية لأنه من خلاله نفذ مشروع الفن الكبير يعني بصراحة كان بداية جدا كبيرة مع الفنان وصوتي العظيم الراحل من نارم غزالي فأسس في الستينات أسس فرقة نارم نعيم وكانت أركسترا الضم طبعا آلات هوائية وتارية وكانت مكونة من عبد كنيم بدر الله يطول عمره كمان وعاجب حود وسالم حسين قانون وخضر الياس ناي وصليب القطري بعود وحسين عبد الله يقع وعبد الحليم السيد كلارنيك وخزع الفاضل شلو وحتمت داود ناي وكان عزف الدين صدقي أيضا عزف كورديون طبعا أول عمل مهم إلى كان أيضا للفنان الراحل نارم غزالي هو مره وعليه الحلوين وكان من توزيع اللبناني الفنان فرح دخيل عزف تشلو كان في الفرقة هذا أهم عمل بصراحة أخذ شهرة كبيرة فيه كان ذاك اللي هو مره وعليه الحلوين طبعا في نعام واحد وستين أصبح رئيسا لقسم الموسيقة في الإذاعة هذه مرحلة مهمة ومن خلال موقع كرئيس قسم الموسيقة حاول أن ينظم رحلات خارج البلد أو رحلات كانت لكويت وبعدين لبنان ومصر وفي الكويت قام بتسجيل 22 أغنية للفنان ومزالي وهي من حال نارضم معين في لبنان قام حثلات كبيرة وكان أستاذ نارضم الله يرحم قضينام غزالي والأستاذ نارضم معين هم سفراء الفن الموسيق العراقي انتشر طبعا على مستوى لبنان والكويت وأيضا مصر وكانت الشهرة الأغنية المشهورة اللي جاءت في فيلم الأغاني المشهورة اللي يصورها في ضمن فيلم سينماي يصورها في لبنان أم العون السود وأي شيء في العيد أهدي إليك وطالع عن بيت أبوها وكان أهم مشاركات النظم اللي حققها الفيلم كان اسم يا سلام الحب طبعا المنكراج المخرج لبناني المعروف محمد سلمان كان عام 75 شارك في الأسبوع الثقافي العراقي بالقاهرة طبعا هذا أظن مهم عام 75 وبعدها تم يفاده الكثير من الدول العربية كان أول اللقاء له خلال عازف الشلو والموزع صليب القطري اللي ساهم فيه توزيع أغلب أعمالنا وزالي على الأفكار في عام 82 حلع التقاعد وغادر العراق للولايات المتحدة بعد منجز كبير لاتحبنا استعرض أهم الحانة اللي باقية في قلوب العراقيين وهي طبعا لأعتيثة اسكندر خليم يقولون عش رون قضيت أدري بيك أدري إليك ضحيت هلك منعوك أريد الله يبين حوتي بيهم ولنظيمة سليم يالي ماشي بليل الهليش يالي تبيع الرمان ولأنصاف منير أنا مبيدي أهلي ما يرضون ولنرجس شوقي مظلومة ولنظم نعيم طبعا عشرات الأغاني اللي هي مرأة والحلوين أحبك لدنساك تصبح على خير ريحت الورد واللون العنبر سلم في قلب بيدك عروسة عربية أحبك وحب كل من يحبك هم العيون السود وعشرات الأغاني ولشعاد محمد مطربة عربية اللي كان أكو عمل وطني جميل اسمه عراق أحبائي كان هناك مشروع اليوم كلثوم أيضا لم يتحقق لأنه رحلة راحلة بكلثوم اللي هو كان بريد القبل قصيدة لحاف الجميل كان الاتفاق على أنه عام 74 يسجل ولفؤى السالم يا ربي تمم الفرح ولم يعتوفيق يا أم شرغد المايل وحيدة خليل ما كانت أذري يا هيفاء حسين حسبة جيبني وحسبة توديني بس هالمرة أحلام مهبي الله الله من عيونك فرح ومواويل خالة بيشوفي هذا الولد عندي هدية للولف عيون عيون ما أدى نرسل طبعا عاشقين من أعمال المهمة روح محتارة يمسيرين البلم محتارين هنا آخر حب سعد البياتي جزانها من العتب بسعدون جابر زهرة الليمون صلاعب الغفور طبعا هو اكتشف صلاعب الغفور بأغنية حلوة البغدادية ونوار عبدالوهاب أيضا ساعة البريد هذا نبدأ مختصرة عن منجزة الفني للراع الأستاذ الكبير الملحن شيخ ملحنين نارضم يعني الواحد رعد يخجل صدقني يخجل أمام رمز كبير وعطاء ثر يعني أنا بس أريد أسأل منه من العراقيين اللي ما استمع إلى هاي الأغاني واللي ما استمتع بيها واللي ما طرزت ذكرياته بيهن بس للأسف مثل ما أنت تفضلت هناك غبن لكن مع هذا الغبن صدقني رعد من أمثالك ومن أمثال كثير من العراقيين المخلصين لا تمر هذه الشخصيات من أمامهم مرور الكرام إنما أكو هناك وفاء وأنا أريدك يا ريت أن تتحدث ولو باختصار عن ما قمتم بي أنتم عندما كرمتم الأستاذ ناظم نعيم في عام 2013 كانت كان يوم واحد ثلاثة صحيح رعد نعم نعم المخرج وما رح يطلعنا لقطات من هذا التكريم تفضل نعم الحقيقة واحد من الأشياء اللي أفتخر بها هو هذا الفعالي اللي سويناها لتكريم هذا الرائع العظيم اللي يمكن ما ما نال يعني تكريم بالمستوى سويناه إلا إحنا في هنا في أمريكا طبعا أول ما وصلت لأمريكا بنفس السنة 1999 كان كان هدفي الوحيد أن أشوف هذا الرجل من سمعته موجود طبعا هنا لأن أنا سجلت لأعمال بشكل حديث اللي أحب كوريدانساك عدت توزيحها بطريقة معاصرة في ذاك الوقت في نهاية الثمانينات وكنت بأعجب هذا الرجل لأنه بصراحة هو الميزة الوحيدة للميزة هذا الفنان الكبير أنه نقل الأبن العراقي إلى مرحلة مختلفة بها تنويع بها توزيع موسيقية طبعا ساعده وصليب القطري وموزعين آخرين عاشوا في ذاك الزمن بس هو يمتاز بملدي مختلف يعني هو بصمت اللحنية جدا مختلفة عن بقية الملحنين متنوع تكاد تندهش لما تسمع أنه أغنية ما تشبه أغنية عندك يعني ما تسمع مثلا مرحلة حلوين ما تشبه حلوية البغدادية ما تشبه مثلا سلمت للقلب بيلك ما تشبه أحبك أحب كل من أحبك يعني عندك تنوع لحني كبير وهذا يدلل على أنه الملكة المشكلة التي ينتمتع بها جدا كبير فأول ما التقيت به بصراحة طقيتم بشي ما أعرف فتح حالة جثتني غريبة حتى سألني هاش بريك عمو قال لي شبيك في الموضوع خمص ما أعرف شنالإحساس الإجاني بميش يعني شفت بوضع يعني قاعد متقوقع فيه بيت وعلي الراب مؤلم المشهد مؤلم هذا يجب أن يكون في منزلة جدا كبيرة على العموم فأقسمت أنه لازم نسوي شيء لهذا الرجل فاتصلت بإخواني وطبعا ساعدني بوقتها إخواني في المنتدى الرافدين للفقر الفنون على تحقيق أمسية ليقبي وأيضا الفنان الراع صمم طبعا هدية الراع الفنان التشكيلي الراع صديقنا وأيضا طبعا كان الحقيقة قدمنا نبدأ عن تاريخه وشارك بها الفنان سعدون جابور وحتينا عن أعماله التي قدمها في حياته وكانت التكريم يليق به هذا شيء بسيط وأني طبعا أتمنى أنه نعيد هذا التكريم والتركيز على هذه الشخصية واستسيط الضوء عليها لأنه بصراحة شخصية مهمة ونقلة الأغنية العراقية على مرحلة جدا مختلفة نعم استاذ رعد عندما تتحدث عن الأستاذ ناظم نعيم طبعا ناظم من إجه كان أكو هناك مرحلة قبله اللي هي مع بداية الدولة العراقية وبروز تشالغي أو الفرق أو الفرق والموسيقيين والمغنين اليهود العراقيين وبالذات بروز الأخوة صالح وداود الكويتي هل كمل مسيرتهم أم بدأ بشيء جديد الأستاذ ناظم نعيم طبعا حتى ما أنسى دور الفنان أنيش رابع في تصميم هذه الهدية الرائعة اللي هو قل لي عليها هذه أجمل هدية قدمت في حياتي اللي هي كمانجة من البرونز يعني اسمع بالذهب مكتوب على حجر قرانيت حتى ما أنسى دور الفنان هو نفس اللي صمم أيضا هدية لعائلة داود الكويتي لما لما أجى ابنه إلى ديترويت في الحفل التكريمي اللي أقيم أيضا على ذكرى الأخوة صالح وداود الكويتي مو نعم نعم تفضل طبعا النقلة النوعية اللي عملها الأستاذ ناظم نعيم بالأغنية العراقية مختلفة تماما عن الكويتي الكويتي أسس للأغنية العراقية اللي هي الجاري أسلوب يعني الأغنية الطرطوقة اللي ما كانت موجودة الكويتي قدم لون غنائي ما كان موجود اللي هي البست وال يعني الشكل الغناء القدم مختلف هو أبدع من خلال ثقاف من خلال دراسة الواقع للغناء العراقي من الجنوب للشمال قدم لون مختلف الكويتي الناظم نعيم كان عمل أكثر أكاديمية لأنه يعني مرحلة متقدمة استفاد من مدرسة الكويتي والمدارس السبقة بإضافة إلى وجود عازفين مهمين مع موزعين مثل صريب القطريب طبعا اللي هو لبناني الأصل يعني تلاحظ أنه بصمت لما تسمع مثلا مرة وعليه حلوين أو حب كوردنسا تشوف اختلاف كبير بالمستوى الموسيقي بالتوزيع الموسيقي عن ما قدم الفنان الراحل الكويتي صالح الكويتي فهو في حقيقة نقل الأغنية العراقية إلى وضع بصمة مختلفة تماما تختلف عن كل الملحنين اللي عاشوا في زمنا وهو التميز في زمنا نعم نعم هل تتوقع أكو ملحنين طلعوا تأثروا بمدرسة الأستاذ ناظم نعيم يعني أثناء فترته أو بعده الحقيقة هم كل ملحنين يعني تأثروا بالمدارس اللي نشأت بالمنطقة في العراق ماكو واحد بالتحديد طبعا هو ترك أثر على كل الملحنين ماكو واحد بالتحديد أقدر أقول لك التربية أعتقد هو بالانجليز يقول أنا فالتحديد يعني أنا مدهش لشغلة يعني لو تلاحل لو تعيد السماع لأعماله تشوف كل شيء متشبه بعض يعني غزير بالمنجز الموسيقي غزير بالمادة التي يقدمها ما تحس أكو شيء متشابه تحس دائما أكو تجديد في الحانة يعني أنا ما نسمع مثلا نطالب قرغولي نعرف لغني ما نطالب على قول ما نسمع عباس جميل نعرف على قول الوحيد اللي بصراحة أنا ما نقدر عباس جميل النظم لما نسمع عشوان نعرف أي حيار لأنه يستخدم كل الأدوات وكل الجملة الموسيقية الثارية والمختلفة يعني ما هو تشابه في لغته في مادتها الموسيقية أستاذ رعد يعني دعك من رعد بركات ودعك من إعجابك الكبير بهذه القامة بس خليني أسألك كمواطن اعتيادي هل تعتقد بأن هذا الإنسان مع كل العطاء اللي قدمه للموسيقى وللأغنية العراقية هل تعتقد أنصف من قبل الإذاعة والتلفزيون أنصف من قبل الأنظمة أنصف من قبل الفنانين الآخرين استفضل أستاذ كمال عن أي إذاعة والتلفزيون تتحدث لا يوجد لدينا إذاعة يعني إذا تحشي على الموسيقى ما لدينا فرق بلا أنا منتخف الإذاعة بالـ 75 كان هناك ثلاث فرق أو أربعة فرقة الكردية فرقة تركمانية والفرقة والفرقة الوركسترة اللي دعو وفرقة الأطفال وفرقة حسين شكرتي اللي هي الفرقة الشرقية يعني خمس فرق أنا أتذكر استغلت في البداية مع فرقة الأطفال ما حسين قد دولي الله يرحمه كان هناك أوركسترة كبيرة لأعمال كبيرة من سجل موسيقى من السلسلات أو أعمال كبيرة تأتي أوركسترة من ضمنها عازفين أجانب حوالي 40 عازف كانت فرقة حسين شكرتي اللي فرقة الشرقية اللي وقتل ستار حسين شكرتي حوالي 20 عازف كانت فرقة الكردية حوالي 10 عازفين كان المطربين معينين الرواتب وفرقة الانشاء الوحد هي ممكن في 20-30 كانت فرقة ركمانية يعني لو تحسب الموسيقين المعينين في الإذاعة يمكن يطلعون في 200 شرص بمجال الموسيقى نهيك عن فرقة فرقة الريف نهيك عن الدوار الموسيقية اللي كان الله يرحمه جميل بشير يرعاها اللي بصراحة اللي فضي الكبير المدرسة الموسيقى والبالية فرقة فرقة الريف البيارة هذه الفرقة اللي أسسها تعتمد على التراث العراقي الآن ما موجود ما لها أي وجود الإذاعة بها اثنين شخصين ما رد يجيب اسموه واحد وليحين واحد عجف والشغل كلما الإذاعة يسجل برا باستوديوهات يعني ما عندنا إذاعة يعني ما عندنا فرقة إذاعة مسألة مخجلة هذا التدهور يعني كامل في مجال الموسيقى أكو شغل برا من الستوديوهات يعني يسعى خبر محزن أكو السيمفونية الآن سدوها يعني كنت حتشي قبل ثلاثة يام مع قائد أوركستر السيد محمد أم 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 عزت ف يعني صدمة إنه صار رعد ليش سدوها يعني هو الوحيد لأم كان عندنا أنه فرقة السيمفونية تستغل وتقدم أماسيوك وجمهور عنده واسع يعني جمهور فرقة السيمفونية يعني يمكن أي مسلحية سوية بالعراء أي عمل مسلحية وآخر ما يحضروا للجمهور بقدف فرقة السيمفونية شي غريب إنه الناس لا تزال تحرص على الفن الرائح سدوها وأخبره واتبه بطلين قاعدين خطايا صار يمكن ثلاثة شهر يستغلون بلع يستغلون حتى عندهم أمل إنه إحنا عندنا أمل وإحنا نسبة تمران وعندنا أمل هذا الرجل طبعا أهديد التحية رجل يعني مثابر وهو الوقف الفق على رجليها هذه الفترة كلها في رغم كل الدمار ورغم كل الموت ورغم كل التفجيرات بقى فرقة السيمفونية هي الأمل في مجال موسقى وهذه يعني حفلاتها كانت تتقبط بالمسرح الوطني وأكوناس كانت تطلع برة وتنتظر برة يحطوا لهم سماعات حتى يسمعون وكثير من الأصدقاء كانوا حتى ينقلوها بالتليفون عمل مبهر وعمل كبير لكن أنا استغربت في 2013 حضرت واحدة من العروف استغربت يعني قاعة مليانة كانت قاعة الخلد اللي هي غيرها باسمها بعدين أفهم كانت بالعلوية بالمسرح الوطني أصبح مذهل يعني عرض مذهل وصعدت الاستياج ومن خلف الكواليس وحضامت الأستاذ حمد قلت له هنيك على هذا الإنجاز بعدين صالي الشرف أنه سنة 2015 أنه تعزف السيمفونية بعض عمالي وشارك في غناء مع السيمفونية رعد الحديث وياك يعني أنا أقدر يعني وضعك الصحي أيضا وأتمنى لك الشفاء لكن انطيني كلمة أخيرة حتى على الأقل تكون لبنة للقاءات أخرى ل أن نحتفل بهؤلاء الناس اللي طرزوا حياتنا واللي طرزوا ذكرياتنا بحروف مستحيل يعني أكما يقف بالضد من الفرقة السيمفونية وبالضد من الفنون والتراث العراقي لكن الفن والتراث العراقي باقي أما هؤلاء فهم طارئين تفضل طبعاً طبعاً نحن كنا اللي مبقينا عايشين هو أمن وبلدنا أنه ينهض هذا اللي مبقينا بصراحة عايشين أنه أدنا أمل أنه هذا البلد الذي ينطل الإنسانية والحرارة والفن أعظم العطاءات فمتأكد أنه يوماً ما والحقيقة هذا الدور يعني ما رح يكون إنا ولا الحكومة الموجودة ولا السياسين يعني الأطارئين يروحون الأمن بالشباب أنا دعا حش أنه الشباب العراقي رحين هذا يوماً ما ويستلم المبادرة ويغير هذه هذه الوجوه اللي أذتنا أذت البلد وترجع الفرقة السيمفونية غير إن شاء الله يعني أنا متأكد أنه الشباب إليهم دور بصراحة أنا متفاعل إليهم دور بتغيير هذا الواقع بالعراق أما هذا الوجوه الموجودة الآن لا مستحيل به أمل حتى لو صارت انتخابات وبقار ذولي نفس المسلسل الحزين يسأل صحفي يسأل رئيس الوزراء العراقي يقول لها تستمع للموسيقى اش تتخيل جوابه يكون رعد 2018 يقول لا أستمع للموسيقى هذا حظن أنا ممتن أنا ممتن إليك أولا إليك أتمنى لك كل الموفقية وللأخوة الأحبة معاك بالصالون الثقافي أيضا أتمنى لكم كل الموفقية وشكرا لوفائك رعد أنا معجب بوفائك للرموز الفنية والثقافية العراقية شكرا جزيلا لك عزيزي هذا واجب نسلاتكم تحياتي إلى كل برنامج تبقى طيب شكرا 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 جزيلا شكرا شكرا مشاهدين كرام أرجو أن تبقوا معي بعد الإعلان سأخذكم إلى مدينة قرقوش بغديدة وضيفي القادم ومعانا رجاء مشاهدي الفضائية العرامية ومتابعي برنامج أضواء على العراق محطتنا هذه ستكون في مدينة قرقوش حيث جرى ضمن مشروع مد جسور بين مجتمعات سهل نينوى أقامت منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية مهرجان القراءة رصيف راس الثقافي وذلك يوم الجمعة الماضي 6 نيسان 2018 للوقوف على هذه الاحتفالية الكبيرة بالحقيقة يسعدني أن أستضيف من بلدة بغديدة أو مدينة بغديدة الفنان عماد صبيح جورغيس رئيس منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية أضو نقابة الفنانين العراقيين أضو الهيئة الإدارية لفرقة مسرح قرقوش بغديدة للتمثيل أضو المركز العراقي لمهارات التفاوض وإدارة النزاع أهلا وسهلا وصباح الأنوار عليك عزيزي عماد صباح الخير عليكم أو مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الأرامية طبعا سعيد باهتمامكم جدا بهذا الحدث أتمنى أن أكون ضيب خفيف الضل عليك وعلى مشاهدي وربي احفظكم جميعا شكرا جزيلا عزيزي عماد إحنا إحنا اللي نفتخر بعملكم وإحنا اللي نفتخر بروحكم الطيبة لأن هذه هي البذور التي يحتاجها الوطن الثقافة القراءة العلم حب الحياة شكرا إليك عزيزي عماد بداية انتهيتم يوم ستة نيسان من مهرجان راس للقراءة أرجو منك أولا أن تعرف المشاهد الكريم بالمهرجان بالفكرة منه بالمتطوعين والمشرفين وأين كان دورك تفضل نعم مهرجان هي منظمتنا منظمة الرشو والصدار المحلية واللي عندنا مكتب في قرقوش حقيقة أن هي جاءت كمبادرة للتعايش السل بين مكونات الحسنين الحسنين و بلاي السلام بعد ما عرفت وتاركم كلكم ما دمر باعش يبدو الخط انقطع رح نحاول أن نتصل بالأستاذ عماد مرة ثانية لكن بالحقيقة استمرار مثل هذه المهرجانات مشاهدين الكرام يبعث أمل كبير يعني على الأقل أقول عبر الفضائية الآرامية الكريمة وعبر برنامج أضواء على العراق حاولت خلال الفترات الماضية أن أنقل لكم هذه المهرجانات في سمراء في الموصل في الحلة في أربيل في تكريد لأن هذا العمل مشاهدين الكرام بالحقيقة هو يعني أمام المشهد المؤلم والمشهد الضبابي الذي يعيش العراق تفجيرات قتل إرهاب انعدام الأمن لكن هناك من يعمل للبديل هناك من يعمل لطرح شيء جديد لأن هناك قوة تعتمد على الجهل وهناك قوة تحارب الجهل وهذا هو الصراع القائم اليوم في العراق بالحقيقة صراع ما بين قوة ظلامية تريد جر هذا الوطن وهناك قوة تتطلع للحياة للشعر للرسم للفرح للموسيقى للغناء هذا هو أملنا مشاهدين الكرام باستمرار مثل هذه النشاطات واستمرار مثل هذه الفعاليات نعم عاد الضيف معانا أهلا مرة ثانية عزيزي عماد تفضل أهلا بكم كمل كمل عزيزي تفضل يوم يوم الجمعة الماضي 6 نيسان 2018 وبالتحديد في قواء الحندانية أبقنا أو أبتتحنا هذا الرصيف رصيف راشن الثقافي حتى شعار نقرأ لنصل معا هي مبادرة مثل ما حتيت لمنظمتنا ضمن هالمشروع وكانت عندنا رسالة رسالة حقيقية نريد نوصلها لكل المكونات في بلدنا العزيز ولكل العالم أجمع أن شعب العراق شعب واحد وتقبل أن تحتم علينا أن نكون واحد بسلام معا والمهرجان هذا الذي يكون للقراءة أهمية في حاضرنا تكون جسرا للوصول طبعا افتتح الرصيف بنقل مسؤولين ورجال الدين ووجهها قضاء الحمدانية من المسيحيين والمسيحيين من الأخوة الشبك والكاكائين وكذلك من الأخوة يجوا من الموصل وسنجار شيقة ضمن المهرجان فعاليات عدة منها كلمات لراعي أبرشية عن الكاتوليك وصل وكردستان بصراحة أشار أن جمع مثل هذا يدعو للتقارب المسيحة في عراقنا الحديد وكذلك بعد ذلك كانت المسيحة أبرز ما بيها بأنه كل هذا الشعار نقرأ لنا فالمعن مجرد شعار وإنما كان الغاية نفسها المبادئ ومشترك والمصالح المجتمعية طبعا بعد ذلك الأستاذ رائد ميخايل وهو الممثل القطري لمنظر بيها الإيطالية طبعا نحك عن المشروع وقال طبعا هذا المشروع بيخلنا في النمكة قصيرة بي بوكس جروب تركيز بؤرية نحلل هالمشاكل اللي كانت نطرح الحلول والمبادرات هذا المشروع كان بي أربيل وبعدها هالمبادرات فكانت مبادرات بهذا المشروع هو رجال رافن ثقافي وكذلك في منظمات شريكة في برطلة وبعشير قام منظمة الإجهدية أكلي أد كان تقاشية نعم تماثل اجتماعي نعم أستاذ عماد ردي تأسئلك المهرجان استمر من الساعة الرابعة عصرا لحد منتصف الليل لحد الساعة 12 كيف أنت تقيم الحضور وهل كان فقط من بغديدة ولا قلت جولكم أيضا من الأطراف تفضل نعم استاذ طبعا كنا كنا سعداء جدا بهذا العدد والكم الهائل من الجماهير اللي حضرت يعني عبر الـ 1200 شخص حقيقة نعم ومن كل المكونات مثل ما ذكرت حضرتك ومن كل المكونات يجونا وحتى بعض المنظمات العاملة في قرابوش وبعض المناطق شافوا هذا الكمل الهائل من الناس من مختلف الصغار الكبار النساء ألا والشباب خاصة يعني ما كانوا يتوقعون هذا هذا هاي الأعداد كانت حقيقة مسيرة تظاهرها كبيرة وكانوا كانوا مندهشين جدا كيفية ثلاثة المهرجان والتنسيق طبعا أشكر كل من أهم وساعد أكثر من أو خمسين متطوع بهذا المهرجان كانوا كالجنة تنسيقية و الله يعني بأنه قدمنا في نقدر نقول كمبادة أولى نجحنا فيها يعني بحيث أصداء من استراليا وأوروبا وأمريكا وكذلك من بغداد وحتى كثيرين ناس من ودباء وشعراء أتفوا وباركوا هذا الكبير بالتأكيد خليني أسألك أستاذ عماد إضافة إلى الكلمات التي أنت تفضلت وتحدثت بيها أنتم وزعتم كتب مجانا ولا كان هناك مبالغ هل كان أكو فعاليات موسيقى رسم للأطفال توزيع هدايا ولا كيف أنتوا قضيتوا ثمان ساعات سوية مع هذا الحشد الكبير تفضل نعم بالبداية قلت لكم يعني كان كنت اتراح وكلمات بعدها هيئنا أجواء للقراءة وضعنا طاولات في شارع المقابل لدار مارس فرص الثقافي كان أكو خلفية عاجز حي وكذلك ناس تطلع الكتب وتأخذ الكتاب اللي تحب تقرأ لأنه هالمهرجان ولأول مرة يصير في قضاء الحندانية لأول مرة ما حبينا أن ندخل دور نشر قلنا كل واحد يجيب تاب أو ويتبادل هالثرافة مع الآخر مشكورين طبعا كل من تاهم ب قناء هال عرض هذا برعنا بكتب دار مارفولوس للخدمات الانسية وفرقة مساحة لقوش بكر الكبير حقيقة لمهرجان وقراءة المصل و من المصل أتوا معهم أكثر من مانمي تاب بالك مظلمة صوت الهولندية كان كنت توزع مجانا و كتب للقراءة فقط يستحاروها يعني الحاضرين يقروها الجميل بأنه هناك تصلوا من بغداد وبادروا بتقديم كتب مثل ساب راوي الكاتب والأديب والموسوع علي البطاوي العفو هو والأستاذ هيتم فتح الله عزيزة أنهم دور كبير في إغناء هذا بإهداء وعد كرة القدم العراقية بثلاثة أجزاء كان لها محط اهتمام الكثيرين من الحاضرين كان كان يوجد جلسات جلسات نقاشية كانت للأس ريشوع النائب السابق ورئيس ماريخ لقوش الرياضي تحدث فيها عن العودة والتعايش والاستقرار وكذلك بعدها كان الدكتور نشأة مبارك حول موضوع القراءة الثقافة ويتخللها جلسة والقراءات خللها موسيقي وكذلك لمجموعة من سعرات الحمدانية أولهم قالوا أكر سيفو كان لنا حاجا فنيا كبيرا في واحد واحد 2017 وكذلك وكذلك بإسم مد ليدا أستاذ جوزيفا حنى والحان الراهبة ما سيخ حياة فاد بغده وكذلك رفيد من واحد نعم كم كان عدد الكتب اللي جرى عرضها أو توزيعها أو أخذها من قبل الحضور تقريبا يصل لـ 3500 كتاب ممتاز ممتاز نعم عدد طيب وأنا متأكد يمكن تشاركني هذا الرأي أستاذ عماد لا يوجد لنا منفذ للخروج من هذا النفق إلا بالقراءة والتعلم والثقافة وعشق هذه الحياة دعني أسألك مرة أخرى لماذا كان هذا المهرجان ما هي الغاية يعني أكيد أنتم مجموعة من الأخوات والأخوة من أبناء قرقوش الغالية تتطلعون لشيء في هذه الحياة بعد هذه السنين العجاف التي مرت عليكم بس شتتأملون من عمل مثل هذا تفضل نعم سيد أنا بس أقول كل ما وحده يعني يعني إحنا مو بقينا في بلتنا وضحينا بكل شي يعني أنا أكو منافذ السفر لكن صراحة يعني الكثير من أثر أن يبقوا يكمل ويتعايش مع هالأوضاع والمعاناة وقسوة الحياة اللي حقي ويحب يكمل هنا لابد أن يتعايش الحواجز اللي خلوها بعض الحواجز بين المكونات لابد أن نشيلها ونكون أخوة وأحبة كذلك أجعل آخر اللي يعتبر نفسها الأغلبية أن يتعايش معنا يتساير مع أفكارنا أنه من المستحيل أن تكون الأقلية تحت الأغلبية العكس الأغلبية يجب أن تحبب الأقلية هم الكثير من الأخوة والشباب الناشط حقيقة ويمتلكون أفكار معجلة ولهذا كان هذا المهرجان يكون التواصل وقراءة والثقافة هي لتعريض آخر بثقافة الصون الآخر من هنا تنطلق أهمية هذا الزن نشكر الراب حقيقة لأنه قدرنا أن نحقق هذه الغاية وقدرنا أن نحن هذه الرسالة قدرنا أن نكون حقيقة للحاضرين قدرنا أن نكون السلام حتى وإن كانت معدودة لكن خلينا بصمتنا بصمتنا وشاهد وشاهد الآخر من نحن نعم أستاذ عماد بعد التحرير وبعد الخلاص من داعش هل هذا كان أكبر مهرجان جماهيري يحدث عندكم وهل تفكرون بشيء آخر قادم كأن يكون مهرجان موسيقى مهرجان مسرح أدة فرق مسرحية مهرجان آخر للكتاب تفضل نعم أنا بس حبيت أشير إلى شغلة مهمة عدا كل ما ذكرت من الحاضرين كان أكبر مشاركة من الأخوة وخاصة أخوية المحبة والفرح الأخوة ذوي احتياجات الخاصة وكانوا فرحين جدا بما يشاهدون أرجع إلى سؤالك نعم يعني بعد يوم مباشرة بعد 24 ساعة من هذا المهرجان بالتحديد يوم 7-4 قضي من نفس المهرجان كان لنا عمل مسرحي كبير اسمه القياف ليف الأستاذ إبراهيم قولان وإخراج الدكتور نشأة مبارك بفرقة مسرح خوش في منظمة الرسل الصغار حضره أكثر من 500 شخص أعجب جدا بما يقدم الممسجدين على المسرح العمل كان للتعايش والتماسك الاجتماعي بين المكونات يوم في 11 شهر 14 أربعة سيكون هناك على سيكون سيكون هناك فرقة سيمفونية من كل المكونات بقيادة المايسترو لوكل إيطالي سيكون هناك أمسية موسيقية كبيرة ذلك على دار مار بولوس نعم عزيزي عماد أنا دا أقدم مجموعة من الصور أثناء الحديث معاك وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الفنان العزيز صفاء جميل جميل الذي التقط هذه الصور ونشرها وكانت بالعشرات لكنها صور جميلة وتحمل طعم حلو لذلك اليوم أنا بود لو تقدم كلمة أخيرة أستاذ عماد صبيح لما قدمت للعمل الكبير وإذا ردت أن تبعث بشكرك وتقديرك للأخوة والأخوات اللي ساهموا معاكم في هذا المهرجان تفضل طبعا إشارة جميلة أن تقدم الشكر للأستاذ الإعلامي طفاء الجميل وكذلك نشكر كل الأخوة الإعلاميين اللي كانوا حاضرين من من الأستاذ طلال وديع الكثير وكذلك قناة أولايز على عبر البث الحي المباشر وكل الأعلاميين الكثيرين اللي كانوا حاضرين حبيت أن نوه بأن هناك هذا يوم 19 أربعة يوم 27 أربعة والجمعة بالتحديد مهرجان كبير لسلام في دير مار بهنام أنطقة الخضر والبسطية قربا والسلامية والنمروت هذا المهرجان فيحضره الكثير 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 من الإخوة من كل المكونات دا نحضر وننسف إلى يحفظ العراق وربي يحفظ الجميع والشعب العراق في الوطن وخارجي نحن مستمرون بالسلام منشدون الخير باقم الفنان عماد صبيح قورقيس أنا ممتن إليك وأولا شكري إليك ولوقتك هذا ومن خلالك أرجوك أن تنقل محبتي واعتزازي واحترامي بكل الأخوات والأخوة اللي عملوا معاكم واللي رح يعملون مستقبلا هم لا يعملون لقرقوش فقط هم يعملون لوطن جميل خيمته الكبرى هو العراق الغالي شكرا لكم عزيزي أستاذ عماد شكرا جزيلا شكرا لكل العاملين وكل الكادر في القناة الأرامية سعيد جدا أن أكون هذا اليوم معك ومع المشاهدين وأتأسف جدا لنسيان بعض الأمور لو كانت هناك بعض الأمور لما تطبق إليها سعيدا أن أكون معاكم ورب يحفظكم وتصبحون على أخير شكرا جزيلا شكرا مشاهدين الكرام أرجو أن تبقوا معي دقائق وأأخذكم إلى صباحات المملكة السويدية وضيف القادم بقوا معانا رجان أهلا وسهلا مشاهدية الفضائية العرامية ومتابعي برنامج أضواء على العراق خمسة عشر عاما منذ يوم الثلاثاء تسعة نيسان الفين وثلاثة خمسة عشر عاما منذ أن تبخرت أحلام ملايين العراقيين بقيام نظام جديد على أنقاض النظام الدكتاتوري الباد للوقوف على هذه الذكرى وما تحمله يسعدني في هذا اليوم أن أستضيف من المملكة السويدية الإعلامي والصحفي رشاد شلاه الحاصل على بكالوريوس في اللغة العربية وأيضا خريج كلية الأداب العفو قسم اللغة العربية ومأهد التدريس الإذاعي والتلفزيوني في بغداد عمل مدرسا للغة العربية ومذيعا ومعدا للبرامج السياسية والثقافية في عدد من الإذاعات العربية أمل في العديد من الصحف والمجلات العراقية أهلا وسهلا وصباح لأنوار عليك أستاذ رشاد أهلا ومرحبا بك عزيزي كمال وتحية إليك ولطاقم البرنامج وتحية لمشاهدي البرنامج شكرا جزيلا الساعة هالساعتكم بالستة اللي ثلاثة مو تقريبا ستة اللي ربع شكرا أنا ممتن إلك وممتن لوقتك أستاذ رشاد خليني بس استفاد من الوقت مالتك مع الفيديو اللي احنا شاهدنا السؤال تسعة نيسان الفين وثلاثة أين كنت ماذا يحمل هذا اليوم في ذاكرتك أي من الأحلام حلمتها وأي من الأحلام تبددت تفضل أخ كمال هذا السؤال يعيد الذاكرة إلى ذاك اليوم اللي شهدت بوثات بي ذلك الحدث الكبير الحدث الجلل والذي نقلته الفضائيات إلى الملايين خارج الوطن الذين كانوا متابعون تداعيات غزو العراق على مدار الساعة وبدأت أولى تجلياته في الضرب الأولى فجر العشرين من آذار العام 2003 المشاعر كانت مصدربة يمتزج فيها الفرح الخلاص من أبشع نظام ديكتاتوري حكم العراق مع مشاعر القلق والخوف على مصير الأهل والأحبة والأصدقاء وكل مواطن بريء يدفع ثمن عنجهية حكامة واستهتار الإدارة الأمريكية كذلك أيضا كانت مشاعر القنوط والغضب والحسرة من أن زوال هذا النظام لم يتم بأيدي عراقية وإن كان نظام الجماهير العراقية وأحزابها الوطنية قد مهد الأرضية لعزلة هذا النظام داخل الوطن وهذا كان واضح في الموقف اللاموبالي لهذه الجماهير وهي تشوف النظام وخلال ساعات معدودة من دخول القوات الغازية بل راح بعض منها ينهال على تمثال الدكتاتور بما يملك من عصي أو فقوس لتحطيما وإيضا كانت غير مرحبة بالمحتلين كما كانوا يصبروا طيب كنت مع العديد من الأصدقاء نعم تفضل تفضل لا لا أكبر كنت مع العديد من الأصدقاء نتمنى خصوصا في الأيام التي تلت بدل الغزو فجل العشرين من عذار أن يبادر رأس النظام في التخلي عن السلطة ليس حفاظا على رأس وإنما الحفاظ على أرواح العراقيين ومع بطية من بنى تحتية وإن كانت متهالكة بسبب حرب مع إيران ثم جريمة غزو الكويت بالإضافة إلى الحصار الظالم اللي أعاد البلد إلى أصور من التخلف وتشبيه بأنه يعيش فيما سمت بالفترة المظلمة خلال حقبة الاستعمار العثماني في القرن الثالث عشر الميلادي حصار عانى منه العراقيون أشد المعاناة كان الزوال يرام عن طريق الغزو يعني تحطين الدولة العراقية ماذا وهذا ما كان حدث فعلا بعد احتلالهم كاملا والفوضة العارمة المعروفة اللي حلت بالبلد ثم حل الجيش والأجزة الأبنية واعترك حدود الوطن سائبة لمنهب ودد ومنها القاعدة ثم داعش عمليات عمليات نهب المتحس العراقي سرقة البنوك القتل سأرا أو انتقاما لدواعي مختلفة إلى آخره من مظاهر الانفلات المعروفة والتي لا زال البلد يعاني منها إلى اليوم بعد مضيق خمسة عشر عاما على احتلال بعضا كل هذا أريد باختصار أخير أقول كل ذلك وغير لكن في وقت أنه رفع الشعار لا للحرب لا للديكتاتورية نعم للبديل الديمقراطي كان شعار صائب وقراءة صحيحة لمآل البلد وماذا سيحل به إذا نشبت الحرب وأخدمت الإدارة الأمريكية في حينها مع حلاثاءها على غزو الإرام طيب طيب أستاذ رشاد أقدمت الإدارة الأمريكية على فعلتها وأصر الدكتاتور على رعونته لكن نحن نتحدث عن زمن في خلال خمسطع السنة هناك دول قامت من تحت الأرض واليوم صعدة للسماء هناك كثير من دول العالم اللي جاوزت مرحلتها إذا كنت تحكي على دول الخليج دول جنوب شرق آسيا بخمسطعس سنة قلبة الدنيا ما الذي جرى بالعراق منذ نيسان 2003 إلى نيسان 2018 ألم يكن هذا كافي لعادة بناء عراق جديد ألا يستحق العراقيين بلد معافى بعد كل ما جرى عليهم من حروب ومن حصار تفضل نعم ما تقولها صحيحة كمان يعني كأي عراقي أو الجميع كنا نتمنى أن نرى عراق مع بعض ديكتاتورية عراقا جميلا ينعم بالسلام ويتنظف من أدران الحكم الدكتاتوري وهو بلد يمتلك كل مقومات البلد المتحضر هناك طاقات خلاقة مبدعة بين ابناء إن كانت في المهجر أو في الوطن في مختلف مجالات المعارف ووراء التاريخ طويل وعريق ومعد الحضارات حقا لا دعاء بهذا التنوع الفريد دينيا طائفيا قوميا خيرات وفيرة متنوعة لا تتوفر في البلدان المجاورة اللي ذكرت قصة منها أنت أول معروفة للمشاهد بلد بدجلة وإثرات طبيعة مختلفة من الطحارة والسهول الخصبة والأهوار والجبال موطن النخيل الأول المعادن النفيس النفط الغاز بالإضافة إلى ذلك هناك أمر هام جدا أن في الإعراض تجربة وخبرة غنية لأحزاب الوطنية قادرة إذا ما وتيحت إلى الفرصة وظروف أن تعيد بناء العراق يكون من مصاص الدول التي يشار إلها من دول الرصاه ولكن للأسف الشديد الصورة مختلفة تماما عما كان في التمني فساد المالي والإدار المستشرفين مفاصل الدولة بلدنا يحتل كما يقال بلا حسن وبفضل مسؤولي وحكام المتنفذين المرتض 169 في قائمة مؤشرات الفساد بالعالم من أصل 180 بلد طبعا بالمقدمة منها الصومان بغداد تحت المركز وصدار في قائمة أسوأ المدن التي يمكن العيش بها حسن تصنيف شركة ميرسر التي تعد واحدة من أكبر شركات اتشارات الموارد البشرية في العالم أما الفقر وفق وزارة التحقيق العراقية فإن نسبته تجاوز 30% حسن بعض تقديرات أخرى أيضا أما ذات شير لبحاية فخلال معركة الموصل فقط فقط معركة الموصل وحسب صحيفة الانجبنج البريطانية فالعدد من قتل من المدنيين وصل إلى 40 ألف قتل طبلا عن عدد أكبر من ذلك من المصابين والمعوقين وثلاثة ملايين ومثين ألف نازح يعني شعب وهذا اقترن بتفشي ظاهرة البطالة المخدرات الدراسة والجهل والفرافات ظاهرة التسييب من الدراسة تعطيل العمل في الدولة العراقية بشكل غريب حيث بلغت أيام العطل 150 يوم بالسنة طبعا عدا أيام العطل الممنوحة إضافة لهذا الرقم من قبل بعض المحافظات الوسطى والجنوبية وممكن أن نقول التقريم التي تتعرض إلى ساعات العمل في شيء هذا مضان حتى لا يتجاوز وقت العمل الفعلي يوميا 20 دقيقة ومناك الكثير من التفاصيل طبعا لا تسمح هذه العجالة التي تطرق طيب خليني أسألك أستاذ رشاد من المسؤول برأيك عما ذكرته بهذا الواقع المرير الذي يمر به العراق وما هو المدخل هل هل ترى ذلك البصيص في نهاية هذا النفق أم سنستسلم لما موجود تفضل هناك طبعا جهات عديدة تتحمل المسؤولين لكن يمكن الإشارة إلى أهمها المسؤول الأول بطبيعة الحال هو النظام الدكتاتوري باحتكار للصوطة والاستبداد بها تسخير أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق هذا الاستبداد بما في ذلك حزب الصوطة وحرمان الشعب الحقوق وحريات الأساسية وفي تردي أحوال المعيشية واكتقاد الأمن والاستقبار الحروب الثلاثة وما خلفتها من دمار وخراب وقسائر بشرية لا تعظم تشوه حياتك روحية وقيمة الاجتماعية والإخلاقية عسكرت كل مفاصل حياة الشعب وبالتالي أزلت البلاد عربيا قيميا دوليا مثل طبيعة النظام المنهار وممارساته محور وأساس المحنة العميقة اللي عالمها شعبنا الإيران وشكلت عامل رئيسي في جميع الأزمات الكوارث اللي أتعرض لها بجميع طوميات توفئات الاجتماعية مكونات الدينية والأسابية وقواء وأحزاب السياسة ممكن الإشارة إلى المسؤول الثاني وهو الغزو بقرار إدارة بوشي الإبن وتون بليير وحلفاء الحرب طبعا أدت إلى انهار نظام لكن أيضا جاءت بالارتراب وانعدام الاستقرار مع تنكر المحتل للانتزامات اللي تفرضها المعاهدات الدولية مثل معاهدة جنيف حول مسؤولية قوات الاحتلال لزائل المناطق المحتلة أدت تخرين كليا عن تلك الانتزامات بالنهاية إلى انفلات الأمين وشيوع البوضة وانتشار حواجث سلب المتلاكات العامة ونهبها وإشعال الحرائق فيها مثل ما أصدر رأس النظام على عنجهيته ونهجه أصدت الإدارة الأمريكية على اعتماد الحرب خيار ومحيد باسم تغيير النظام مرة وباسم تدمير الأسلحة المحظورة مرة أخرى أو باسم تعاونه مع القائدة وغير ذلك من الادعاءات المعلم المسؤولية ستقع على ما حصل بالبلد وهو اعتماد مبدأ المحاصصة أو مفهوم دولة المكونة وصارت السبب الرئيسي لأزمة رام الحكومة الصوت السياسي اللي ساهم بها طبعا المحتلون في اعتماد هذا المبدأ والمستفيدون منه في إدامته هذا المبدأ اللي يتنسك بي اليوم المتنفسدون في الصوت رغم اعتراضهم مصدرين وراء ما حصل للبلاد شاكل وصعوبة ورغم فشلة في تقديم حلول المعضلات الوطن ويوجيها برفض واسع من جام جمع الشعب اما سؤالك عن المدخل لإجراء التغيير طبعا بالنسبة لأيصالة واخرى فقط ما ننسى ايضا من الدور المعرق لدول الجوار الاطليني وتدخلها لكل من لفارحة سؤالك عن المدخل لإجراء التغيير في الإصلاح الحقيقي والشامل هو المدخل لإجراء التغيير في البنية السياسية الاقتصادية والاجتماعية ولدفع عملية الاطلاح والتغيير لا بد من الخلاص من المحافظة والفساد ولبناء وتعقيد ركال دولة مدهية ديقاطية اتحادية دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية تلاحظ انه منذ وعدة سنوات ووضاع البلاد المأزومة تولد تغمر وصفط واسعين وهذا منلاحظة بالحراك الشعب السلمي المتواصل منذ تموز الـ 2013 واللي شمل معظم الحافظة وهذا الحراك طبعا مجسد رفض الجماهير وفئات اجتماعية متنوعة للاستمدار مستيسل للأزمات وتحمل تبعات ومطالبتها بالتصدي الجاد قيسة الادعاء للفساد واشتفاثة وتوفير الخدمات الاساسية واصلاح النظام السياسي بسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتخلص المحاصصة الطائفية وإعادة بناء على قاعدة المواصمة المتساولة طيب طيب استاذ رشاد نحن اليوم نتحدث عن نظام للفساد نحن لا نتحدث عن حالة موجودة بفلان مؤسسة موجودة بفلان وزارة موجودة بفلان مدرسة عندما نتحدث عن نظام الفساد إنما نعني الجهات الثلاث ابتداء بالجهة التشريعية إلى الجهة التنفيذية إلى الجهة القضائية حراك الجماهيري نعم هناك وعي يبدو يزداد في الشارع لكن أيضا النظام لا يدع هذه الأمور تمشي بسهولة عبر كثير من الفعاليات والزيارات والعطل الرسمية وابتداء أشكال من الأساليب لإلهاء المواطن وتدويخه هل لك ثقة بالانتخابات القادمة وهل تعول عليها طبعا أخ كمال لابد المرأة التفاعل مع كل هذه العثمة التي أشهدها وهذا واقع أمام الملايين من جماهية الشعبنا في المحجر الآن فرصة ذهبية وإحنا على أعطاء انتخابات جديدة لعوضية مجلس النواب في الثاني عشر من الشهر الضعية هذه الألقاء طبعا التحضيرات لهذه الانتخابات مطلقة وحسب المصوضية المستقلة للانتخابات فعدد المرشحين يكون بلاق تقريبا ومو تقريبا حسب ما أعلن ستالاف وتسعمية وأربعة 25 ألف تحالف 63 كيان انتخابي يتنافسون على 329 موقع طبعا الملاحظة أن معظم هذه التحالفة أو حل نقول لحظة تنقسم إلى طائفية وقومية وعشائرية وين دعت وتظاهرت في غير ذلك لذلك أود أن أستغل هذه الدقاء للحديث عن أهمية هذه الانتخابات ومخاطبة الذين لديهم موقف سلبي من هذا وعزوفهم عن المشاركة طبعا هناك مبرغات ومصورغات مختلفة أدت إلى هذا الموقف لكن هذا الموقف وتحت أي أتبارات هو يخدم الفاسدين والمثمسكين بالسلطة وهؤلاء يشجعون على هذا الموقف بعد ما فصلوا قانون الانتخابات على مقاس قتلهم وأحزابهم طبعا ما رح تأليهم أي نسبة مشاركة ضئيلة في هذه الانتخابات حاجة للنسبة لن يؤثر على شرعية نتائجه وعندما يحصدون نتائجه رح يعلون أنهم جاءوا للسلطة بإرادة الشعر وهي في حقيقتها إرادة الأقلية بسبب العزوف إذا تم عن الخوف في هذا الانتخابات طبعا بديه الإشارة لأن حق التصويت وحق ثمين لكل معظم فلماذا التفرير به هناك منهم أيضا غاية بالهمية هي اللجوء إلى أدوات مجربة والشرائية في التحجين أو تقليص أو الخلاص من الفاسدين عبر رزاحتهم عن طريق الانتخابات تظهر الشكوى من نظام المحاصص الفاسد وخرعاد الوطن لن يؤتي ثمار إلا بتحويل بالوعب إلى مشاق وعمل وممارس الحياة طبعا ما دام الحديث عن قضية الانتخابات هناك الجانب الثاني المكمل لإداء هذا الاستحقاط الوطني بالمشاركة في الانتخابات وهو حسن اختيار النعص وبعد تجارب دورات انتخابية السابقة وبعد ما بينا تجربة السنوات الخمسة عشر الماضية أنه لا فكاك من أزمة نظام المحاصص الطائفية والدينية ومنظومة دين وصارات الفساد إلا بتغيير ميزان الطوى السياسي في المشترك طبعا التغيير لصالح بناء نظام عابر للطوائف وخنادق المتقابلة واللي يخلق شروط لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية على أساس المواطنة والحريات والعدادة والاجتماعي طبعا الكتلة السياسية النافذة اللي تتقاسم السلطة والمغانم اليوم لا مصلحة موضوعية لها في إنهاء نظام المحاصصة أو الشروع بالخروج منها رغم معرفتها بمساوئه وانتقادها العلني إلى مهارا لكنها تتوافق على ترسيخ ليلا هناك أمل بأن تتوى جهود القوة المدنية والوطنية والجيمقراطية باختلاف قواعدها وإتلافاتها وشخصها بتحقيق نتائج تليق بتاريخها وحاضرها في إدفاعها ثابت عن قهم الحرية والكرامة ومكافحة الفصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية والجيمقراطية وبناء دولة المواطنة المتحدة أضر الله كم الإعلامي والصحفي الأستاذ رشاد إن شاء الله من المملكة السويدية شكرا جزيلا إليك أنا معاك أتمنى مثل ما عشنا الفرحة مال تسعة نيسان الفين وثلاثة يقيني سنعيش الفرحة بالخلاص من النظام الطائفي البغيظ ورموز الأكثر بغضا شكرا جزيلا إليك وكل الموفقية في عملك ورسالتك النبيلة شكرا إليك كمال وأمز أن لا كنت فقلت في حديث في كثير من السوداوية ولكن هذا واقع الحال وأذرا للشاهد الكرام شكرا جزيلا مشاهدين كرام بهذا القدر ينتهي برنامجنا لهذا اليوم أنا ألقاكم في الأربعاء القادم سنبتدئ أو سيبتدئ أضواء على العراق بدعم من العرامية باستضافة باستضافة العديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية والكفوء والمخلصة من أجل دعم مسيرتها الانتخابية شكرا جزيلا لكم شكرا لكل من شاهد هذه الحلقة تصبحون على خير يصبح العراق ويصبح أهل العراق على ألف خير مع السلامة اشتركوا في القناة